نحن معاً للمرة الأولى بشكل شخصي منذ عام 2020 نحن مجتمع ناشط للمستثمرين والشركات الوسيطة ومن الرائع أن نلتقي بعدد كبير من الرائع والمشجع أن نرى عدد كبير من الزوار من دول العالم هنا ودعونا نثق في أن هذه علامة على أن التجارة قد عادت مرة أخرى والاستثمار وأن زر البدء قد تم الضغط عليه مرة أخرى نحن هنا لكي نجد ما الذي سوف يحدث في هذا المجال على مداري يومين القادمين معظم هذا الحدث سوف يتيح الفرصة لكم المصدرين من المنطقة والشركاء والمستثمرين الدوليين لكي تكتمعوا معاً في اجتماعات وجهاً لوجه وهذه الاجتماعات سوف تجري في فترة بعد ظهر اليوم وغداً وقبل هذا ونتمنى أن نمهد الطريق لبدء هذه النقاشات نحن لدينا هذا الصباح اجتماع مع كل صناع القرارات الاقتصادية والاستثمارية والجهات المنظمة في الدولة المظيفة مصر وهذه الشهادة لمصر وشهادة لكم جميعاً على أهميتنا جميعاً وقد وفقوا جميعاً على أن يتوجدوا معنا هذا الصباح دعونا نبدأ إذن إنه لمن دواعي سورة رئيس سي اي كابتل السيد محمود عبدالله كي يلقي كلمته الافتتاحية الرسمية صباح الخير أصحاب السعادة السيدات والسادة اسمي محمود عطلة وأنا رئيس مجلس إدارة سي اي كابتل ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً في المؤتمر السابع لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحن لدينا هنا صفوة صنع القرار المديرين التنفيذيين تقريباً لـ 75 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك عدد من المؤسسات والشركات في مجال إدارة الأموال ورأس المال وسوف يكون لدينا تقريباً 2500 اجتماع سوف يتم عقدهم على مدار اليومين لهذا الاجتماع الحضور القوي الذي نرى اليوم من الحكومة هو التزام قوي من جانب الحكومة للعمل مع المستثمرين والسوق وسوف نبدأ مؤتمرنا بجلسات عن مصر كما شرح ريتشارد تغطي سوق وسياسات سوق رأس المال وسوق البورسة والاقتصاد الكلية ورئيس وزراء مصر دكتور مصطفى مدبولي موجود معنا ونود أن أشكره على قدراتي على الحضور معنا هنا اليوم ودعمه لنا بالإضافة إلى وجود وزيرة التغطيط والتنمية الاقتصادية دكتور هيلة السعيدة الذي أود أن أشكرها على دعمها لهذا المؤتمر ووزير المالية دكتور محمد معيت وزير التعاون الداخلية دكتور رانيا المشاط وكذلك السيد دكتور محمود عسمت والرئيس التنفيذي لمصر دكتور محمد فريد ومن إي جي أكس السيد رامي الدكاني وكذلك صندوق السيادي المصري السيد أيمن سليمان والسيد عبدالله الإبراري دون المزيد من التأخير أود أن أطلب من الشيد ريتشارد بانكس أن يأتي لكي يرحب رئيس الوزارة المصرية سأبدأ عملي الآن إنه لمن دواعي سلولي الشخصي أن أقدم لكم المتحدث الرئيسي لليوم دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزارة جمهورية مصر العربية تفضل سيادة الوزراء السادة الحضور السيدات والسادة إنه لمن دواعي سلولي أن أكون معكم هذا الصباح لكي نفتتح المؤتمر السنوي السابع للمستثمرين لسي آي كابيتل نحن نجتمع اليوم في وقت أثبتت فيه الشراكات أنها تحقق الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية بينما نتعامل مع تحدياتنا ونمهد الطريق للتعافي الاقتصادي هدفنا أن ندرك الإمكانيات غير المطروقة الموجودة لدى مصر أود أن أتقدم بشكر لكل الشركاء المستثمرين المديرين التنفيذيين القادة الجهات المنظمة الذين جاءوا للمشاركة في هذا الحدث بهدف واحد وهو استكشاف فرص الاستثمار أنا أؤمن بأن تواجدنا هنا اليوم هو شهادة لهمية المشاركة متعددة الأطراف في القطاع الخاص أو القطاع العام وكيف يمكن أن تفتح الأفاق لفرص استثمارية أمامنا جميعا السادة الحضور العالم يشهد تحديات استثنائية وبينما نتعامل مع هذه التحديات فإننا نعترف بما يشكل مناخ استثماري جاذب العالم اليوم لديه شهية لقصص النجاح والوعدة بخطط واضحة وأهداف محددة وهدفنا أن نغير السردية ونلبي تلك الاحتياجات ولذلك مصر ترحب بالحوارات البناء التي يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية على الرغم من كل التحديات فمصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام ونحن نود أن نزيد من إجمالي المناتج المحلية لدينا ونموه الأقصادية لكي يتراع بين 5 إلى 60% على مدار 20-24-2025 والفائد الرئيسي سيصل إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلية في السنة المالية 22-23-2024 وكذلك نتوقع أن تصل إلى 4.5% في وقت لاحق لكي نقلل الدين الحكومية بنسبة 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 20-26-2027 وإدارة الديون هو هدف أساسي بالنسبة لنا جميعا في الأقومة السيدات والسادة نحن ندرك أننا سنحقق هذه الأهداف من خلال تمفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادية الجديدة الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وأنا أنتهز هذه الفرصة لكي يؤكد كذلك على أننا ملتزمون بتحقيق كل السياسات التي أدخلناها في البرنامج الإصلاحي وهذا يتضم من بين أشياء أخرى تحول دائم لمعدلات صرف قوية ومرنة لكي نلبي الإحتياجات للسوق في مصر وكذلك ضمان المصار لتقليل الدين العام وكذلك التوسع في الشبكات الأمن الاجتماعي للأشخاص الأكثر عرضة للخطر وكذلك الإصلاحات الهيكلية للتقليل بصمة الغذاء في القطاعات المختلفة وتسير النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل الحكومة تتحرك بسرعة بالفعل لتعامل مع كل التحديات والعودة أخرى مرة أخرى على المصار وإدراك إمكانيات نمولها إلى الموجودة لدينا أود أن أوضح أنه منذ ديسمبر من العام الماضي مكلم أن نستجيب لإحتياجات السوق والعمل عن كثب مع البنك المركزي لتخلص من البضائع والسلع الموجودة في الموانئ المصرية بدءاً من أول ديسمبر من عام 2022 حتى الآن وهذا التطور تم تلقيه بشكل إيجابي من كل المشاركين في السوق ونحن بدأنا بالفعل أن نشهد تطور في سيولة العملة الأجنبية وكذلك المزيد من اكتذاب للمستثمرين الأجانب وفي هذا الصدر نحن نتحرك كدماً بخطتنا الشاملة لتأكد من ضمان توفر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023 وعندما نأتي للحديث عن الاستثمار فتمكين القطاع الخاص واكتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد هم على رأس أولوية أجندتنا وأود أن أؤكد للجميع أن هذه ليست خطة خمسة أو عشر سنوات فقط ولكنها خطة عام 2023 فهذه استراتيجية نعمة تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار وندماذج الاستثمار الشامل في لب التنفيذ تحت ما ظلت وزارة المالية نحن أعلن كذلك مبادرة إقراض جديدة لإثنين من أهم القطاعات الصناعة والزراعة وتوسعنا كذلك في تغطية المعدات والأجهزة للإنتاج الصناعي من خلال سوق رأس المال كأحد المصادر الرئيسية لسامويل فالحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المباشر وغير المباشر من خلال أسواق المال وإي جي أكس عاد مرة أخرى لتحقيق المكاسب في أسواق المال في عام 2022 بي جي أكس 30 اختتم العام بـ 22% أعلى بما كان عليه ولقد أطلقنا بالفعل سياسة ملكية الدولة والتي نؤمن بأنها لن تحول فقط بيئة الاستثمار في مصر ولكنها سوف تضيف كذلك إلى سوق السندات المصرية وسوق الأسهم وهي أحد القنوات الرئيسية للعمل السيدات والسادة نحن ندرك الرحلة التي يجب أن نتخذوها وهي رحلة طموحة وبالطبع سوف تواجه تحديات وربما يكون هناك كذلك بعض التغيرات أثناء الرحلة ولكن من خلال ثقة المتبادلة والفهم المتبادل سوف نتغلب على تلك التحديات وأنا سعيد بأن أكون معكم هنا اليوم حيث أنني أؤمن بأن هذه المؤتمرات تقدم منصة مهمة بين المستثمرين شركات القطاع الخاص وحكومتنا وسوف نعمل كذلك لدعم تلك المنصات التي نرى أنها سوف تساعد الجميع في فهم ما نحن مصممون لتحقيقه وكذلك الفرص التي سوف تظهر أمامنا السادة الزملاء في الحكومة سوف يتشاركون معكم اليوم الدعائم الأساسية لبرنامجنا كل من خلال محفظته الخاصة بوزارته بهدف رئيسي واحد في الأدهان وهو تقديم حياة أفضل لشعب المصري من خلال نمو مستدام وشامل السادة الحضور السيدات والسادة العالم واجه الكثير من التحديات على مدار السنوات الماضية وجزء مصر من هذا العالم وعلى الرغم من ذلك فنحن جئنا هنا اليوم برسالة واضحة مصر ملتزمة بشكل كامل لتنفيذ برنامج الإصلاح الأقصادي الشامل الخاص بها ونحن نصممون على النجاح في خطتنا وبينما نفعل ذلك نحن نرحب بمجتمع المستثمرين كي يكون شركنا في هذه الرحلة شكرا لكم شكرا لكم